موسيقى مساء الخير سعد الحريري الذي أقصي عن الصرايا من مركز الرابي للهزات الحكومية في عملية خلع أردته متشردا سياسيا عام 2011 انتزع الفوز من قلب بعبد العونية اليوم واسترد الوديعة التي كلف لها رجل السلام الحكومي تمام سلام فاز الحريري من يوم الاستشارات الأول وسمته كتل نيابية لتسلم هذه المسئولية من دون منازع وبلا أي منافسين على الموقع ستة وثمانون نائبا للحريري والبقية تأتي غدا في استشارات يجريها الرئيس ميشيل عون وتختتم بأركان الثنائي الشعي حزب الله وأمل وإذا كانت كتلة التحرير والتنمية قد أجرت رسما تشبهيا يحوم حول الحريري وبدأت تقترب من تسميته تحت عنوان حكومة الوحدة الوطنية فأن حزب الله لا يزال مطبقا على صمته باستثناء توكيد فياض يضع الحزب والحركة في مركب واحد لكن لهذا المركب ربانا عليه أن يقرر الإبحار في ملح الحريري وتسميته حتى لا تفقد السفينة ميثاقيتها ولزاما فأن طرفا شعيا من اثنين سيقدم على هذه الخطوة وغالبا دفة بر الأكثر ترجيحا ويعود هذا الاستنتاج إلى مضامين اجتماع كتلة بر اليوم وإشارتها إلى حكومة الوحدة التي لا تقوم إلا على المشاركة بين جميع مكونات السلطة لكن ماذا عن الترميز المتبع من رئيس المجلس تجاه رئيس الجمهورية يقول بر لزواره إنه بعث برسالة عاجرة إلى القصر الجمهوري مفادها الله يحمي الرئيس ممن حوله وأتبعها بأخرى قائلا نحن انتخبنا شخصا واحدا لرئاسة الجمهورية هو العماد عون في تلميح إلى الوزير جبران بسيل الحاضر بعضا من اللقاءات مع الرئيس عون وإذا كانت رسائل بر قد أبرق بها بصفة عاجلة إلى دوائر القصر فإن على فخامته أن يرد بصيغة المعجل المكرر نحو عين التين وساحة النجم ليطلب الدعاء المماثل لرئيس المجلس الذي تحميه رعية قابضة وحاشية تسترزق ووزراء وأرداف وملاحق تقتات رزقها من عرق السلطة بجهد وكد لتحصيل تعب المحرومين وينصح مع الدعاء خرز زرقاء ستعيد السلطة الثانية إلى بيت الطاعة السياسية وسمى زرقه